انا اقول لك تاني تم اعداد فيديو بمراجعة الاجراءات اللي اتخذها الكابتن محمود عشور من داخل سيارة الفار وعملنا ميتنج مع السيد رئيس لجنة الحكام الكابتن عصام عبد الفتاح وفي وجود السيد فريد سلطان اللي هو مسؤول التقنية مش تقنية الفيديو التقنية داخل اللجنة وتم اعداد فيديو وبعت نار الكابتن عصام وبدوره بمفروض يبعته للاتحاد عشان ينزل على الموقع يبين للناس لان الفاردة ملك المشاهدين صحة الاجراءات اللي اتخذها الكابتن محمود عشور عايز اكتر من كده؟ والتحاد الكورة مرضاش بص حضراتك اتحاد الكورة مشكورا يطبق السياسات بكل حرية اللي هو عايزها ويتخذ المواقف اللي هو عايزها احنا مش بصدد انتقاده هو له سياسات ومنحترم انما انا بقولك لكن اتحاد الكورة ما نزلش الفيديو اللي يوضح ويبرق فيه محمود عشور هو عشور لا يبرق عشور الاجراءات اللي اتخذها هو مش كده بالقطوات صحيحة يا جماعة فيه في تقنية الفيديو تلت حاجات عشان اكتشف الوف سايد فيه حاجة اسمها سينجل لاين ودبل لاين وتريبل لاين سينجل لاين لو فيه ميل باللعيبة مش حنش هجاله ماينفعش يشتغل هقولك بقى على سر اكمل لك رح محمود عشور بادئ الاجراءات وده يؤكد لك صحة كلام ان فيه فيديو بالدبل لاين ورح محدد النقطتين بتعامد الخطين زي ما قلت لحضرتك وفيه لقاء اخر يجمعني بحضرتك هجب لك فيديو فيديو يوضح كيفية وضع خطوط التسلل من داخل سيرت الفر فرجعناها محمود عشور وده سر بقى يوزع لتالي مر اما عملت دبل لاين ووصلت النتائج ان الهدف تسلل رح سابت دبل لاين ورح مشغل حاجة اسمها خاصية اخرى للتريبل لاين حتى يكون الكلام هندرد برسنت مية في المية صحيح والنتائج اللي خدها فيه اللي طلعت في التريبل لاين هي نفس النتائج الاهداف الاكتر صعوبة التريبل لاين التريبل والدبل اوكي ليه لان ده بيقبل الميل من اللي عاجلين وعلى فكرة الناس فاكرة ان خطوط التسلل دي بيجيب زي الحضرات الصورة اللي موجودة المدافع والمهاجم ومشوف ده مرتبط كمان يا استاذ اسلام بلحزة خروج الكرة من اللعب الاحمر اللي موجود على الشاشة ومش اي لحزة يا لحزة اللمس الاولى للكرة يعني انت بتراجع لو الكرة دي خرجت من رجل اللعيب لمدة لعشرة سنطي هتبقى لاجراءات محمود عشور غان الكرة في لحظة اللمس الاولى هي في لحظة الركل الاولى ده اجراء بالراجع بنشوف الخط اللي اتاخد من المدافع ده صحيح ولا لأ اللي هو اخر جزء من جسمه ما عدا اليدين ان اليدين ما بتغطيش التسلم وبنفس المنطق اللي بنتبقه على هذا المدافع بنتبقه على المهاجم وبيتظهر اوتوماتيك للخط اللي انت شايفه حضرتك فمحمود عشور رحل التريبل وقدت نتائج التريبل الى نفس نتائج الدبل ده يؤكد لك ان تم اعداد فيديو ويؤكد لك ان انا شفت الحالة ويؤكد لك ان انا رجعت الحالة ويؤكد لك ان احنا دينا الفيديو للكبتل عصام اللي بدوره ارسله لاتحاد الكور طلع الفيديو ما طلعش احنا مش جايين نبرق نفسنا ولا نبرق حكامنا